الاتزامبل ده عندي رض متعلق فيه اسبرينج من هنا وفيه ساستم ميكانيكال ساستم تاني هنا ومجيت وقعت عليه فورس ساستم زي ده ممكن يكون حاجة عاملة زي مناطحة من السبح بحيث من جي واحد ده حاجة يواقف هنا فقصر علي بفورس اول حاجة نبدأ نعملها نعمل فيه بدي دي جرام لرد ده لما الفورس هنا قصرت على الرد ده حصل إلي البيم بدأ يتحرك طالع نازل بيعمل روتيشن حوالين نقطة التسبيت بتاع توليكم مثلا نقطة زيرو لقيت عن لحظة المال واحد موقف زي ما لقيت ان السيستم بقى في المكان ده ادي الفورس بتاعتنا اليه الاف ادي المسافة ال ال و ادي المسافة ال ال وهو لف بزاوية ثيتا طالما ان الرد نزل معي لتحت هل السبينج دي وانا نزل لتحت بتسعيدني ان انا نزل لتحت وتعملي اعقل فوق كيف بدي تعملي اعقل فوق قيمتها كام خليها دلوقتي باي ضمز مثلا وليكن ف كي نجيب قيمتها بعدين طيب وانا نازل السيستم ده بيقص على الرد بفورس بتاعت وانا نازل كده السيستم ده بيعملي فورس تحت ولا بيقص علي فورس لفوق عشان نفهم السيستم اكتر ونتخيل اتجاه الفورس اذا عمنا ازاي ومين بيقصه عن مين فعني اتجاه تعالى مثلا نتخيل المنظر ده ايدي فكونية دي هي عبارة عن الرد ايدي لتحت ان هو الميكانيكال سيستم دلوقتي الرد هو نازل لتحت ايدي دي ايدي اللي مين دي بتمنع الرد ان هو ينزل لتحت ولا بتسعد ان هو ينزل لتحت بتعمله اعق بتمنعه ان هو ينزل لتحت وفعلا لو جيت بالربط هتلاقي بييدك الفونية حاسة بفورس يدي الشمال حاسة بفورس عليها اتجاهها لفوق بقى بتعمل ندرس بالنسبة الحركة بتاعة ايدي اليمين حاسة بايه دلوقتي والرد هو نازل لتحت وهو النازل هو معايا لتحت ايدي التحتانية هل هي حاسة بحاجة بتشدها لفوق ولا حاجة ضغطة عليها بتنزلها لتحت حاسة بحاجة ضغطة عليها لتحت يبقى الفورس اللي حاسة بيها ايدي اليمين اللي هي ايدي لتحت حاسة بفورس لتحت انما الرد اللي هو ايدي الشمالي حاسس بحاجة بتزقه او بتعمله اعقا لفوق يبقى الرد دا لما ينزل لتحت السيستم هيعمل اعقا للرد لفوق هيمنعه ان هو ينزل قيمته كان تعالى نسميها دلوقتي اي حاجة وليكن fm مسلا طالما حالة روتيشن يبقى بنقونا عطول سميشن الترك بيساوي جي ثيتا بابل دوت لتسهيل المسألة بس مش اكتر هافترض ان الجي دي بتساوي زيرو يعني ايه جي بتساوي زيرو معنى كده ان هو ماسلس رود هافترض بس لتسهيل المسألة مش اكتر يبقى ازا سميشن الترك هيساوي زيرو هافترض عندي فارد تانى هافترض مسلا ان هو بيتحرك بسمال ثيتا بابل دول تسهيل علي المسألة وساعتها بقت الفورس في المسافة العمودية طب انا بلف مين الاتجاه البوستر بتاعي هو الاتجاه بتاعت ان انا كنت هنا وبعدين نزلت بتاعت فيبقى الاتجاه ده هو الاتجاه البوستر بتاعي يبقى الاف في المسافة العمودية فبقى اف فيه ثلاثة ال 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 وهنا كمان فيه ال فبقى اف فيه ثلاثة ال ال يبقى ثلاثة ال في بالاف طبعا الشرط بتاعتهم بوستر دي هتبقى عكس الاتجاه ودي عكس الاتجاه فبقى سالب هنا نقوى في المسافة العمودية فبقى ال اف كي فيه اثنين ال فبقى اثنين ال فيه ال اف كي مينوس ال اف ام قوى في المسافة العمودية فبقى ال اف ام هتساوي افترضنا ان خلاص ان هو مسل السود فهتبقى بتساوي زيرو نسمي دي رقم واحد ونبدأ نريد قيمة ال اف كي وال اف ام هو الجزء ده تلوه جزء تاع الماس مش نتحرك لتحت الدسبلسمنت اكس يعني معنى كده ان هو نزل تحت الدسبلسمنت اكس يبقى الحركة اللي تحركه هنا دي عبارة عن مين دسبلسمنت اكس لو انا افترضت نفسا ان الحركة هنا افترضتها بز اكيد يعني المسافة اللي نزلة هنا مش نفس المسافة اللي تحرك بيه اهم فبقى اذا اجيب قيمة ال اف كي ال اف كي هتبقى بتساوي الكي اللي هي بتاع السبلنج في الدسبلسمنت اللي بتحركها السبلنج اللي هي الزد طالما انا فقط الزد من عندي بقى شيلها وعوض بحاجة موجودة اما عوض بها بالثيتا او عوض بها بالاكس خلينا نعوض راتع عنها بطيمة الاكس ايه علاقة الاكس بالزد؟ لو جيت بصيتها على المثلث ده هلاقي ان السين ثيتا هتساوي اكس على ال هتساوي زد على اثنين ال فمعنى كده ان الزد هتساوي اثنين اكس فنعوض عنا هنا فبقى بتساوي اثنين كي اكس ونجبت خلاص قيمة الف ج وابده اعوض فيها هنا وبعد كده ندس بالنسبة لي المثلث ونشوف قيمة الفم بتاعتي هتساوي ايه الفري بادي دا الجرام بتاع المثل طبع المثل تحركت معي بتاحت فطبعا هيبقى البي بترد علي الفوق ومتها بي اكس دوت زي ما اتفقنا الرد ده وهو نازل بيأثر على المثل بفورس اللي هي فرضناها فم طبعا بالاتجاه الفورس بتاعتي الى تحت ولا الفوق هل المثل دي ورد نزل لتحت حاسة الفورس نزلة بتدقها على دناغها ولا تسحبها الفوق اكيد حاسة ان هي بتقص عليها لتحت هتبقى قمتها الاف ام سميشن الفورس هيساوي ام اكس دابل دوت فهتبقى اف ام بتساوي ام اكس دابل دوت بلس بي اكس دوت ودي رقم تلاتة بعد ما اعبطت من اثنين وثلاثة في واحد طلع معي الاكويشن بالمنظر ده طب لو انا كنت من الاول ما افترضتش ان اقع بقى عن مسل السود او بقى اصح ان جي ما بتساويش زي وكان هتفق حاجة خالص كنت هاجف لها خالص انا واقول ان هو بدل ما بتساوي زيو بتساوي جي ثيتا دابل دوت واقدر اجيب طبعا العلاقة ما بين الثيتا والاكس عن طريقة ساين ثيتا بتساوي الاكس على الان وانا كنت فرد ان اي اسمه ثيتا فمعنى كده هتبقى ساين ثيتا بتساوي الثيتا بتساوي الثاني ثيتا لهي كده كده هتساوي الاكس على الان واقشيل واحدة وحوض بدلالة التانية زي ما انا عايز على حسب مين الابت اللي انا عايز ادرسه فان الانبوت عندي هو الاف اللي حصلت هنا فلما الاف حصلت نزلت السيستم وبدأت تعمل الانشيشن للحركة فكان الانبوت بتاعي اللي هو الاف اللي اوبوت بتاعي ممكن يبقى الاكس ممكن يبقى الثيتا على حسب انت عايز تدرس علاقة بين بالانبوت فان انا مكنش افترضت من الاول برضو ان هي سمار ثيتا كان ايه اللي هيحصل اور اي حاجة يعني كان هتابطة لفضل دلالة الصين بالثيتا والإكس هتساوي الصين ثيتا وأبدأ أعوض بيها هنا وأفاضل مرة تانية وأعوض بالقيم بتاعها ولو الطلب مني الترانسفير فانكشن هي عبارة عن الأوبوت على الإنبوت طبعاً إنبوت بتاعيبه هو الف والأوبوت بعد حصل أنا عايز أدرس مين أنا عايز الأوبوت يبقى الإكس ولعايز الأوبوت يبقى الثيتا وشيلد واحدة بدلالة التانية أنا عايز أجيب التانسفير فانكشن في الحالة اللي أنا فرطتها الأولى المسلس وقته هي الاسمه هو ثيتا يعني إنه هو هشيل جي ثيتا ضبطات الأولى خلي الإكسوات بتاعتي بتساوي 0 بس قبل ما أجيب الابلوز بتاع الإكسوات بتاعتي لازم أخذ بالي إن السيستم بتاعي كان في حالة الوكريب الموزيشن بتاعته قبل ما أتقصر عليه الفورس إف يعني إيه؟ يعني الانيشيال كونديشن بتاعتي كانت بتساوي 0 يعني الـx.0 كانت بتساوي 0 بعد ما عملت الابلوز طلعت معي الإكوشن بالشكل ده أنا دلوقتي عايز أجيب التانسفير فانكشن اللي هو الأوبوت على الإيموت اللي هو الـx.s على الـf.s فالـx.s على الـf.s هتساوي الثلاثة على القرص ده دلوقتي خلاص بعد ما جبت التانسفير فانكشن أده هتنسل علاقة ما بين الأوبوت وما بين الإيموت يعني طيب أنا غيرت أديه في الإيموت تغيري أديه في الأوبوت سواء كنت أهدرسها في حالة الـx.domain أو إن أنا هعمل The partial fraction way inverse Laplace will give you the sponsored TIPE time domain